أنبى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا للنادي راشد للفروسية وسباق الخيل لحضور مهرجاني كأس خالد بن حمد لسباق الخيل وسباق الفروسية الرابع لذوي الإعاقة والذي أقيم على كؤوس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وكأسي نجلي سمو الشيخ فيصل بن خالد بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ عبدالله بن خالد بن حمد آل خليفة وكأسي العيد الوطني المجيد برعاية وزارة شؤون الإعلام وذلك على مضمار سباق نادي راشد للفروسية وسباق الخيلة بمنطقة الرفب الصخير وبحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة كما حضر السباق عدد من أصحاب السمو وسعادة علي بن محمد الرميح وزير شؤون الإعلام وجمهور من محبي رياضة الفروسية وسباق الخيل وقام سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة بتتويج الفائزين بكؤوس مهرجان خالد بن حمد لسباق الخيل حيث قدم كأسي الشوطين الأول والرابع إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة وكأس الشوط الثاني إلى سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى آل خليفة كما قدم سموه كأس الشوط الخامس إلى المالك الفائز إبراهيم العفو وقدم كأس الشوط السابع إلى المالك الفائز عبد الله فوزي ناس وكأس الشوط الثالث إلى المضمر عبد الله كويتي ثم قام سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة بتتويج الفائزين بمسابقة سبق الفروسية لذوي الإعاقة في وقام سعادة علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام بتقديم كأس العيد الوطني إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة وبهذه المناسبة أشهد اسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة بالمستويات الكبيرة والمنافسات المثيرة التي تميز بها أشواط السباق والتي جسدت الاستعدادات الجادة والكبيرة التي بذلها المشاركون من المضمرين والفرسان في منافسات السباق وعكس التطور مستوى رياضة سباق الخيل في مملكة البحرين كما أشهد سموه بالعطاء الكبير من الفرسان المشاركين في مسابقات ذوي الإعاقة لذوي العزيمة والذي عكس ما يتمتع به من طاقات وقدرات نجحوا في توظيفها بالصورة المتميزة التي أظهرت المنافسة القوية بينهم مثمنا سموه في الوقت ذاته بمشاركة فرسان مملكة البحرين بمنافسات سباق ذوي الإعاقة والذي منح أو منح هذا السباق التميز والنجاح وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن الجهود مستمرة في دعم رياضة سباق الخيل بما يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملكة الأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة للمحافظة على هذه الرياضة الأصيلة منوها سموه بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل برأسة سمو الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة ونائبه سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة في وضع البرامج والخطط الهادفة لنهوض بالرياضة سباق الخيل وتطويرها نحو أفضل المستويات وعبر سموه عن سعادته بالمستويات القوية التي شهدها السباق والتي عكست الاستعدادات القوية التي تمت للفرسان والجياد من أجل المشاركة الناجحة والمنافسة المثيرة معربا سموه عن اعتزازه بالمستويات التي قدمها الفرسان من ذوي العزيمة الذين برهنوا الجميع على حضورهم القوي في هذا السباق والذين برزوا من خلال أبرزوا طاقاتهم وقدراتهم في هذه الرياضة مما كان له الأثر الإيجابي في نجاح هذا الحدث مؤكدا سموه أن الجهود ستتواصل من أجل رعاية ودعم الشباب البحريني من ذوي الإعاقة لذوي العزيمة للوصول لأعلى مراتب النجاح في المجال الرياضي لتحقيق المزيد من النتائج المشرفة والإنجازات للرياضة البحرينية بمختلف المشاركات والمحافل الرياضية الدولية وقد وجه سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة الشكر والتقدير لرئيسي وأعضاء الهيئة العليا ومسؤولي نادي راشد للفروسية وسباق الخيلة على جهودهم المبذولة في سبيل مواصلة الارتقاء بهذه الرياضة شاكرا سموه جميع الملاك والاستبلاط على مشاركاتهم الفاعلة في هذا السباق مقدرا سموه في الوقت ذاته الجهود المتميزة لوسائل الإعلام المحلية المختلفة لنقل هذا التجمع الرياضي المميز ترجمة نانسي قنقر